موسيقى مساء الخير من تليفزيون الأوسي فور اليوم تقريرنا رح يكون مختلف لأنه موجود معنا ضيف مهم كتير ومميز كتير معنا الفنان الكبير من الحمزان هو موجود معنا بمناسبة عيد الأيوبي المية وخمسين أستاذ ملحم أهلا وسهلا فيك ببيناتنا نورت الأيوبي أشياء تشكركم كلكم تشكر الدكتور بلال أفراني على الجامعة الحلوية ليس أول زيارة إلي على الجامعة هذه الثالثة زيارة من 10-11 سنة إلى هلا أول شيء أجيال أن تتخرج من هذه الجامعة على مدار 150 سنة مش سهلين تظل تعطي وتظل أجيال متقفة على القليلة والحلو به الجامعة أنه ما يعني نحن تعودنا باللبنان شوي بلد تركيبته شوي طائفية شوي مشكلة بقى اللي بتلاحظوا به الجامعة أنه فعلا ما يعني بتلاقي الناس كلها من جميع الطواقف ومن جميع الأحزاب بقى إن شاء الله الله يديم الأمان على الجامعة وياخد بياتكم كلكم إن شاء الله مثل ما حضرتك تفضلت هذه مش أول مرة بتجي على الأيوبي شو كان انتباعك هالمرة يعني أنا جيت من ممكن 8 سنين وقتا كم في شيء عاملين شيء هون كمان حفل كمان حفل قبل الجامعة سبق وقلت لك أنه بتشوفي أنه في جيل بعد جيل أنا من 8 سنين كانت الناس الموجودة هون غير الناس الموجودة حاليا في ناس تخرجت وطلعت وعملت نجاحات نجاحات بالحياة طبعا في ناس بعدها ناطرة عم تخلص سنة ولا سنة لا تقدر كمان تنطلق بالحياة بقى يعني الجامعة مهمة جدا وانتباعي دايما عنه أنه صرح مهم جدا صرح تعليمي مهم جدا في اللبنان وانا أقوم بكم على الجامعة وانا مش كتير استيساة ملحيم نحن هنا بالconference room معنا ممثلين عن ثلاث نواد بالأيوبية معنا ممثلين عن الورغانيك كيمستري كلوب اللي هو جمعية الكيميا العضوية وممماثلين عن الـأيوبية دبكة كلوب اللي هن ناديل دبكة بالأيوبية ومماثلين عن البيولوجي ستودين سسويتي اللي هي ناديل العلوم أكيد ممثلين الدبكة ربعا إنش مصطارة الثالث البيولوجي ستودن سايتي اللي هي نادي العلوم هيدا هالثلاث نواد هن بصدد تحضير لحدث اللي هو أطول دبكة بالجامعة الأمريكية هيدا الحدث حيكون أول حدث حيصير بمناسبة عيد الجامعة الأمريكية المية وخمسين طبعا هي حتكون غير شكل لأنه حضرتك موجود معنا كنت حابة أسألك شو شعورك أنه رح يكون فيه أكتر من مئة تلميذ تلميذ وبين تلميذ ودكاترة وموظفين عم بيدبكوا على أغانيك بالجامعة الأمريكية أول شيء مجرد اهتمام الجامعة بالدبكة اللبنانية شيء مهم يعني عاملين مثل قسم للدبكة يعني شغلي مهم الدبكة هي جزء مننا جزء من شخصيتنا إذا بدك بمحل معين بتلاقي أنه الولد بيضبك كل عمره سبعين بيضبك شيء جامع لكل اللبنانية بقى شيء مهم كتير عاملينه مازمو إحساسي أنا أنه حكون سعيد جدا أكيد لأنه أول شيء عم شاركون عم شاركون فرحة الاحتفال بمية وخمسين سنة من التعليم بالجامعة الأمريكية وبنفس الوقت أنا يعني بحس أنه الدبكة بتعنيه لأول شيء بعلبكة تاني الشيء بغني الدبكة يعني نحنا بنعتبر الدبكة خلقت من عنا نحنا هيك معتقدنا بقى كتير بتعنينا الدبكة يعني بتعنينا بشكل جزء من حياتنا جزء من يومياتنا سيكون شيء حلو إن شاء الله إن شاء الله بين الأغاني اللي بغني أدبك وبين هالمية ومية وخمسين طالب العميد وكلها سيكون شيء حلو نحنا نتشرف بوجودك معنا الله خدميك كنت حابة أعطي مجيل بعد التلميذ كانوا حابين يسألوك أسئلة يلا عن أغانيك عندك هواية لمن بتقدمك؟ والله يشوف ليس كل الأغاني اللي بغنيها فيها حالات يعني مش باركم فيها حالي هاي غني معيها من سنتين تقريباً وما نزلتها كانت الدنيا أي مقاعدة سوريا كانت الدنيا مقبوضة ما نزلت بقى لما تأخر الألبوم وشفت إنه عم مغير من شركة لشركة كنت روتانا صرت MBC لقيت إنه لازم نزلت سينجل قبل ما يخلص الألبوم بقى نزلناها الشاعر هو كتبها وملحنة بوجهها لكل حدا عنده وعنده مشكلة عاطفية وعنده مشكلة مع حبيبه وعنده مشكلة مع حبيبه كله بي... شكراً شكراً بالفيديو كلب هنيك في كتير بنات حلوين ما بتغير مرتك؟ شكراً 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 جاهزة إنها تتحمل كل شيء ولكن كل شيء ضمن إحترامة ما أكيد أنت إلى من بتسمع أكثر شيء؟ أنه شأل ألوان اللي بحط تسمعه؟ أو في حدا معي أن أثرت فيه تعصرت تتغني؟ لا من المجيليني هلأ بجرّب دائما نسمع الغنية الحلوية ما له علاقة الشخص مين هو في كتير أغاني بتنزل مثلا بسمعها ما بهمني لمن تكون هم غنية حلوية هذا اللي بهمني هلأ في نيستر كبصمة بالوسط الفني بالفن العربي من نخد مثلا كازم السير مثلا بسمعه لأنه أول شي صديق وثاني شي بحب ربرتواره عظيم يعني بحب شو بيغني بحب شو بيقدم ولكن من الجيل الجديد والله في كتير أصوات حلوية يعني وقل كفوري صوت حلو بسمع له ما عمل مثلا بجرّب اسمع ما ينزل بسمع أول شي من جهة المصوت حلو وتاني شي من جهة المنافسة يعني إذا بكتسمع اللي بوجدك شو ينزل لا تقدر أنت تعمل شي مختلف أو تقدر تعمل شي علاقة بشخصيتك بنسمع وقل بنسمع صابر رباعي بنسمع كتير أسماء موجودة على الوقت بالساحة وعندي زوج هايك شوي قديم لورا نازم الغزالي السيد نقشبندي أنا هاودي يمكن ما نسمعهم بس أنا من النوع اللي بستمتع فيهم يعني في كتير أسماء طه الفشني إذا بتسمعون بشي بيعب الراس يعني والفنانات الفنانات دعنا نشيل الجيل فيروز ومكالتوم وحفظ الألقاب من الجيل الجديد أنا من بحب أصوات من اللي يغنوا حاليا أنا بحب صوت يارا يارا صوت حلو بحب إليسا عندنا تنبر صوت حلو بحب نجوة 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 بحث هيك منها يعني بحث هيك موصبوس الصوت اللبناني يزل الكوري يعني نقولي بحب بالنسبة ل ما اسمه الشيف أنتوان ايه رأيك منطقة فيه يعني أنه سيربح وهاي الحاجة تعرف كيف حسيته أول شي عم يجي تصويت كتير عالي لأنه كتير مهضوم يعني طريقته كانه عمره سنتين وقد عم يغني وعم يعمل بيده وهاي ومهتم كتير يعني بتلاقيه فعلا إجاني شي 12 مرة بيلي مبالغة يجي راجع معي راجع راجع إنه في حدا مش حافظة راجع يتعمر لبنان له هالدرجة موسوس إنه يقدم شي منيح و بس يعني ما فيش صوت بس إنه مهضوم يعني أفضل وحد غنى معي شو اسمه طونيا عيسى الممثل غيبية شامس غنى حلو اسمي ريوم وأنا كمان من الدبك كلوب عندي سؤال في مرة قلت أنت بمقابلة إنه بدك تعتزل الفن هالفلان بعدها ماشي وشو اسبابه نحن الفكرة نحن دولة بلد للأسف ما فيه اهتمام يعني يعني الفنان يعني خلنا نخد نحن فرنسا خلنا نخد أي بلد تاني بخصوص الفن بتلاقي مطرب عامل أغنية واحدة بتلاقي بيعيش من مستسام ومن مردود الغنية على فترة عشرين ثلاثين سنة أربعين سنة لاني بضل عم يجي دايماً مدخول من الغنية كل ما حطوا زاعوا الغنية براديو أو زاعوا بأي ما يعني عنا مشكلة هون وعنا تجربة حية قدامني هنا صباح كثير أسماء من الموجودين للأسف والله يرحمون ما بدي أقول تبهدله بس كانت الخاتمة مش سعيدة يعني أنا اللي قلته بوقتها بس اللي حبيني هل قد اعتزل يعني أخذوا الموضوع على محل تاني كلي أنا اللي قلته أنه بفضل أني مضل غني لو عمري متقدم ووصل لمحل صير يعني تبهدل فيه بمحل معي بأنه نحن بدولة لا بترعى فن ولا إلا علاقة بالفنانين وبالكاد عم تأمنوا موظفات للدرك والجيش بتلاقي أنه لا تصل إلى محلينك توقفي وتكون بعدك صورتك أو الإيماج تبعك بعد عند الناس منيحة أفضل ما توقفي على يعني أنا هدا اللي قصدته بوقتها أنه لا أنا بدي وقلت بوقتها يعني الأسف تزامن الموضوعين مع بعض وقلت أنه أنا بما أنه الله عطاني صوت إذا وقفت فن فيني استخدمه بمحل تاني علاقة برب العالمين يعني فيني استخدمه بأنشيد بمدائح بأي شيء فيني استخدمه هذا اللي قلته قلت بس وقف أما هم أخدوه على محل أنه ملحم بعد سنة بده وقف بعد سنة ونصف بديه وقف بلا شيء وقتولي يعني يعرفتي هيه؟ هني هيك فسروا الأمر بس أنه إذا واحد معه صوت وقف على الخمسين مثلا أنه فيني أنا إذا كان الغناء حرام فيني كفر عن اللي عملته بمحل تاني أنه اتجه لرب العالمين بس سيدية سيدتي تانيي لخبت شوانا أخبت لكم ممممممم سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة داير نار وبواريد قلتلوا بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العنيد كيف ما كنت بحبك من هناك بحبك حبي من اضطرابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني الساعة سبعة وسبعة القاية انا بعد من نوم شفاية وميت عشا في القهوة عزمتني وعملتني ركوي يعني خليكون ايد وحدة انتو عم تعرفوا عن حالكم اسمعت علي وسمعت خالد وسمعت كتير اسماء وسمعت انطوان اذا افضل شي ممكن نحنا نقدمه يعني نحنا هذا الجيل كتير مسؤول عن انو نضلع شي مع بعض ما ونضلع قراب من بعض انو جيل الحرب للأسف افسدته الحرب كليا يعني بتلاقي طائفي فعلا الجيل اللي قابلنا بقى جيلنا نحنا بده عليا مسؤولية كبيرة انو نكون مع بعض ما نكون اخوة ونكون معتخذك السياسي انت حرفي انما نضل اخوة دايما ان شاء الله اول شي نحنا بنتشكر وجودك معنا اليوم وان شاء الله بتظل نجحاتك عم بتكفي كنا حابين بس قبل ما يفلوا تلميذ انو ناخد معك سوريا يلا اكيد وان شاء الله بنرجع بنشوفك ان شاء الله نشوفكم بي 28 واحد شكرا شكرا كيف بده نوقف ما شاء الله كتاب بده يحبك شو قلتي بلتي ولا مقبلتي بده يحبك شو قلتي بلتي ولا مقبلتي فارد حب عليك فرد وغيم البت شدي على الارض ما تستأذن تتشدي ما تستأذن تتشدي ما تستأذن تتشدي مش عم بسمع شو قلتي مش عميسنا شو قلتي موسيقى موسيقى موسيقى